استشهد خمسة من الفلسطينيين من بينهم قيادي في حركة حماس جراء قصف لطائرة مصيرة إسرائيلية مركبة كانت لمركبة كانوا يستقلنها على طريق زي تعتيل شمالي تور كارم بالضفة الغربية المحتلة يأتي هذا في الوقت الذي اقتحمت فيه أليات الاحتلال بلدة قفين وخربت ممتلكات الفلسطينيين وفي السياق ذاته أصيب طفل فلسطيني جراء اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة بالضفة الغربية المحتلة